اشتركوا في القناة والأماكن الفاضلة فذكروا من جملة ما ذكروا بأن أيام العشر يستحب للإنسان أن يكثر فيها من قراءة القرآن ولو ختم في اليوم الواحد مرة أو مرتين فإن هذا مشروع وذلك لأن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه من التابعين ومن بعدهم كانوا يكثرون من قراءة القرآن في الأزمان الفاضلة وفي الأماكن أيضا الفاضلة